موسيقى أسقطت دفاعات التحالف طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط السعودية وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي بأنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام ميليشيا الحوثي من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد القوية وصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة الياس التي تعيشها الميليشيا وأوضح المالكي أن استمرار ميليشيا الحوثي بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي والإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات وأن هذه الأعمال العدائية الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات عسكرية استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة يسرواح ونهم شرق العاصمة صنعاء وأفادت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الإنقلابية شمال جبهة نهم وأسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل وإصابة عددا من الحوثيين وفي غضون ذلك قصفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة سرواح وأسفرت عن سقوط قتلى وقرحة في صفوف الميليشيا الإنقلابية أفادت مصادر عسكرية في جبهة شمال محافظة الضالع أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني حققت تقدما كبيرا ووصلت إلى محيط جبل ناصا الاستراتيجي المطل على منطقة ديمت وسط معارك عنيفة وأوضحت المصادر أن أكثر من ثلاثين عنصرا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية لقوا مصرعهم بينهم قيادات ميدانية وجرح العشرات وتدمير عددا من الآليات العسكرية وقالت المصادر أن معارك عنيفة تدور منذ ساعات الصباح في محيط جبل ناصا وبحسب مصادر ميدانية أن قوات الجيش أحكمت السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيا عند المدخل الشمالي للمحافظة وأبرز تلك المواقع موقع الحمراء والأقواز والعظم بالإضافة إلى قرى القهرة وصولان والرفقة قرب منطقة موريس وأكد المصدر أن قوات المقاومة الجنوبية استعادت عربات مدرعة وعددا من الأطقم وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة شنت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا باتجاه مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوث الإنقلابية تكلل بتحرير مواقع استراتيجية عدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة وقالت مصادر عسكرية أن الهجوم بدأ باتجاه آل علي ومنطقة الوجاه ومنطقة القد وسوار الأعلى وسوار الأسفل بالقرب من سوق الجن والقريب من مديرية رازح وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة قد احتدمت بشدة في جبهة حصن القد وسوار الأعلى وسوار الأسفل القريب من الخط الإسفلتي واضحت أن العمليات ألحقت خسائر فادعة في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيا الإنقلابية قتل وجرح ستة من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بجبهة ناطع شرق محافظة البيضاء واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيا الإنقلابية تسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبل القرحة وشعب المسوح وشعب صرام في جبهة ناطع وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد مصرع أربعة من عناصرها وإصابة آخرين اشتركوا في القناة